يعني على طبعاً دي لحظة دخول نائب رئيس نادي الأهلي الوزير عمري فاروق للطيارة كابتن خطيب كان وصل بالفعل زي ما حراتكم شفتم تابعتهم حسام غالي عضو مجلس إدارة موجود نجمنا كلهم الحقيقة يعني طمنا عليهم وجهزين وشفناهم النهاردة في لقطات التدريب الصبح أستاذ طارق أنديل طبعاً عضو مجلس الإدارة كمان فخلينا أقول لكم كده طبعاً أستاذ خالد مرتجي أمين صندوق خلينا أقول لكم أنه قرروا يقسموا التذاكر إزاي عشر تلاف أهلي عشر تلاف وداد وخمس تلاف هيحصل عليهم الكاف وعشرين ألف تذكرة للجمهور بشكل عام وكأننا بجد الاتحاد الأفريقي بيمثل على نفسه وبيمثل علينا وبيمثل على أشقاء في المغرب أن المباراة تتلعب على ملعب محاين يعني هو متوقع أن العشرين ألف دول يجوا مثلا من جماهير الجيش الملكي ولا من جماهير الرجاء البيضاوي ولا من جماهير نهضة بركان ويجوا يتفرجوا على الماتشة على السنوما جايين يحضروا نهائي دولي الأبطال يعني جاي يتفرجوا على الماتشة ويقفوا على الحياة بين الأهلي وبين ترجمة نانسي قنقر